شعارات تبث على مدار النهار على التلفزيون الليبي مغذية جبهة القتال الأخرى ألا وهي الجبهة الإعلامية أغاني تمجد النظام خطابات، تجمعات شعبية وشهادات مساندة للعقيد القذافي والأطفال في الطليعة هذه دعاية كلاسيكية أي استعمال الطفل الشجاع لقد استعملت في الكثير من البلدان هناك دائما طفل يلقن دروس الشجاعة للكبار ويقول أنه لا يهاب العدو لكن سياسة دعاية القذافي تستهدف أيضا الرأي العام الدولي في هذه الصور لتشييد جماعي لضحايا القصف تصل التوابيت وفق تدبير محكم وسط صراخ غضب المشاركين ضد قادة التحالف الدولي فيما يستعمل الإمام اللغتين العربية والإنجليزية والكل أمام كاميرات وعدسات الصحافة الأجنبية والأمر النادر الحدوث هذه الصور لجثث ملفوفة في الأكفان والتي تضع في التراب والمتنافية مع حرمة الميت في العالم الإسلامي يتعذر على الرأي العام الأوروبي والأمريكي تحمل فكرة الضحايا إن كانت ضحاياهم أو تلك التي تسببوا فيها إذن هي صور مهمة كما شرع تلفزيون الليبي في بث نشرة أخبار باللغة الفرنسية وتستمر المظاهرات الحاشدة في العالم كدليل مع التمسك مع مرشد الثورة وتغذين بالعدوان الصليبي سياسة إعلامية برموز وكلمات تذكر بحرب إعلامية أخرى قبل حوالي عشر سنوات لجأ الرئيس السابق صدام حسين إلى نفس هذه الدعاية الإعلامية من جهتها توزع قوات التحالف صورها الخاصة على وسائل الإعلام لكن تداعيات حرب العراق لا تزال تسكن الأذهان صعب إذن قياس أثر حرب الصور هذه على الرأي العام العالمي وبالأخص العربي